ما هي شبكات العصبية في الذكاء للصناعة وفي التعلم الآلة وطبعاً يسمونها اختصاراً لها ANNS الشبكات العصبية من اسمها هي تحاكي شبكات العصبية الموجودة عندنا في دماغ الإنسان حرف انه عملية نقل المعلومات ما بين الخلايا العصبية اللي موجودة عندنا في النهايات هنا يعني هذه العملية النقل كinformation transfer فهذا طبعاً احنا نضمن دماغ الإنسان بضمن المليارات الخلايا اللي موجودة عندنا تتم عملية النقل المعلومات فهذا الشيء احنا نريد نحاكيه على شيء النود فراح تكون عندنا ثلاث اقسام بالنسبة الى النود inputs والهيدن المخفية اللي هي رح تقوم بعملية المعالجة وعدنا Outputs النتاج فراح تكون عندنا ثري لير اللير خاصة في ال input واللير اللي هي تكون عند نة مخفية hidden واللير اللي هي تكون عند output وكل وحدة من هذه اللير رح تبدأ ترتبط كل هذه وحدة من هذه اللير تتكون عندك مجموعة من النود يعني عندك في ال inputs مسلاحي هنا ثلاث نود والهيدن هي هنا مثلا عندنا اربعة والoutputs اثنين حسب الخوارج المالتي بالدرجة الأساس فعلى سبيل المثال إنه الانبوت راح تبدأ ترتبط في هذه الأربعة وهذا راح تبدأ ترتبط في الضمن ويت معين فالآن طبعاً أنا كل ما زادت عندي الهيدن ليرز لاحظ كل ما زادت عندي الهيدن ليرز فهذا يسمونه ديب هذا العمق يعني لما نقل لك ديب ليرنينج فمعنى ذلك هناك عمق في الطبقات مثل ما قلنا فيديو سابق إنه ديب ليرنينج هو الملتي ليرز فيعني أكثر من طبقة إذا كانت عندنا أكثر من طبقة فهذا يسمونه أيش سمونه سمونه العمق يعني إيش معناه ديب ليرنينج العمق عمق الطبقات اللي موجودة عندنا وطبعاً كما زاد عمق الطبقات كما أعطتك نتائج أفضل في عملية التعلم بالدرجة الأساس فهذه الطبقات اللي تشوفها إنت بهذا اللون هي هذه الطبقات المخفية الهيدن ليرز أوكي والآن هي طبقة أثنياً آثالثة ثلاث طبقات وبالتالي هي تحتبر عندنا الآن ديب ليرنينج أكثر من طبقة واحدة يحتبر عندنا ديب ليرنينج طيب عندنا نوع quieren طبعاً من النيرون نيرون نيتوركز عندنا اللي هي الفيد فور اللي هي الفيد فور يعني للأمام ما تبدي ترجع عندنا للخلف مثل اللي شفتها سابقاً الآن هي هذي للأمام وعدنا نوعية ثانية اللي هي يعني تبدي ترجع إلى الخلف يعني من الأوتبوت ترجع عندنا على الإنبوت مثل ما نشوف الآن عندنا ضمن الأوتبوت رجعتنا على الأوتبوت الآن طبعا الماشين ليرنينغ هذه الخوارزمية أو هذه الشبكات العصبية تحتاج أنه إحنا نقوم بعملية تدريبها فعندنا مثل ما قلنا عندنا نوعين من أنواع التدريب مثل ما شفناها سابقا إما ندربها بالإشراف عليها يعني أعطيها داتا وقوم بعملية تدريبها أو أنا ما راح أبدأ أشرف عليها فرح أمر في عملية تدريب بدون إشراف وهي طبعا تقوم بعملية التجميع الداتا وتبدأ تتعلم بشكل مباشر لكن الأكثر هنا نحن دع نتعامل معها طبعا هو التعليم بإشراف إنه إحنا نعطيها داتا في الدرجة الأساس على سبيل المثال لتصنيفات النصوص أنا أبدأ أعطيها النصوص وأبدأ أعلمها تصنيفات الصور أبدأ أعطيها الصور وأبدأ أعلمها وهكذا كأكزامبل كبروبلم أكزامبل حتى نقوم بإنشاء هذه النود مبدايا نقول شخص معين أو مريض يعاني من الكانسر فطبعا ويعاني من مشاكل في التنفس فلما نزار الطبيب فمبدايا الطبيب هو راح يبدي يعرف كيف راح يبدي يعرف إنه هو عنده كانسر أو كأكل لان كانسر طبعا فأول شي طبعا راح يبدي هذا الطبيب إنه يسئله إنه هل هو يدخن هل هو متعرف إلى هواء ملوث وإش هو نوع هذه الهواء الملوث فإذا كانت النتائج أوكي يعني راح يبدي يتأكد كيف يتأكد راح يأخذ أشعة مقطعية إلا هو يبدي يتأكد من هذه العملية إنه باحتبار إنه هذه الأعراض إحنا نعرف إنه الأمراض تبدي تداخل مع مجموعة من الأعراض فكيف راح يبدي هو يعني كأنها احتمالية تشتغل عندنا على الاحتمالية احتمالية الحدوث فبالتالي أحتاج إنه مجموعة من الأمور أبدي أجمحها ومجموعة من النود أبدي أجمحها وكل نود لها فد نوع معين طبعا فأحتاج في البداية نعمل gathering بالنسبة للinformation عن الproblem أجمع المعلومات على الproblem فرح يبدي يسئل أنه هو يدخم إذا كان yes فرح تبدي ترتفع عندنا احتمالية الاصابة بالكانسر إذا قال له هل أنت تعاني من هواء ملوث وإيش هو نوع هذا الهواء فإذا كان نوع من النوع اللي يعطينا احتمالية أكبر لحدوث الكانسر إذا كان كل النتيجتين هنا صحيحة أوكي فرح يبدي يتجه على أنه يأخذ أشعة مقطعية حتى يأكد من هذا الكانسر فبالتالي identify interesting variables نحتاج أنه نقول ما هي النود اللي إحنا نحتاجها شنه النود لازم نعرفها وشين نوع هذه النود شين الفاليو اللي هي رح تبدي هل هي هذه النود هي binary يعني تأخذ لك مثلا أو هي Boolean تأخذ عندك قيم صح خطر هل هو يدخن أو ما يدخن أو هل هو متعرض إلى هواء أو ما متعرض إلى هواء وكدرجات معينة فنحتاج إلى إحنا نقوم بتعريف النود وإيش نوع هذه النود المعنية فالآن إحنا طبعا عندنا ثلاثة أنوار ريسية من النود تقريبا البوليان نود اللي هي المنطقية إما تأخذ لك قيم صحيحة وقيم خاطئة يعني تسأل الشخص إما أنه يدخن أو ما يدخن ما في شخص يدخن شويه إما أنه يدخن أو ما يدخن فبالتالي تصبح عندنا نود بوليان منطقية وإيضا عندنا اللي يتأخذ لك كorder value على سبيل المثال النود الخاصة في تعرض للهواء الملوثة يمكن الشخص أن يتعرض إلى هواء low ك low وك medium وك high إضافة لذلك يمكن تأخذ لك فتقية معينة من 21 إلى 20 وهكذا فعلى هذا الأساس إحنا عرفنا أربع نود النود الأولى خاصة في السموكينج النود الثاني خاصة في التأثير على الهواء الملوث والكانسر والأكسراي فلما نجيت على التلوث الهواء في نوعه binary ويأخذ value ما تكون low high وأيضا عندك medium والسموكر إما أنه يدخن أو ما يدخن وكنتيجة للكانسر فهو إما يكون عندك true أو false إضافة لذلك بالنسبة للأكسراي فأما تكون عندك positive أو تكون النتيجة عندنا negative فعلى هذا الأساس قمت بإنشاء النود قمت بإنشاء العلاقات ما بين النود أربط أنه هذا الكانسر اللي يحتمد بشكل مباشر على السموكينج وعلى التأثير الهواء الملوث ضمن الvalues المعنية وضمن النتائج المعنية راح يبدأ يطيني يعني كتأكيدة لهذه النتيجة هي إيش هي الأكسرا الأشياء المقطعية